بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أصعد الله أوقاتكم بكل خير الله بصف الرابع كيف حالكم أتمنى من الله أن تكونوا بكل خير اليوم دلسنا سنتحدث عن اسم من أسماء الله الحسنى بسم الله العظيم من ينظر إلى السماوات الدنيا وإلى الأرض وإلى خلق الله الإنسان وإلى خلق الحيوانات والنباتات والأزهار وعلى المرض والصحة كل هذه التفاصيل يقول سبحان الله العظيم من خلق هذه الأرض من خلق هذه النجوم من خلق هذا الماء بهاية التركيبة بهذا الطعم والجبال والبحار ويستشعر عظمة الله عز وجل وقدرة أنه قادر حيث قال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم وما نعلم في هذه الأرض هو جزء بسيط لسه من علم الله عز وجل العظيم وكل ما تأملنا أكثر كل ما عرفنا أكثر عن خلق الله وعن عظم خلق الله عز وجل واسم الله العظيم هو اسم من أسماء الله الحسنة وماذا يعني نحكي هنا يعني أن الله تعالى له مكانة عالية وصفات كاملة حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو المتصرف في هذا الكون من مظاهر عظمة الله عز وجل أنه متصف بصفات الكمال فليس كمثله شيء وهو سبحانه عظيما في خلقه وتدبيره وهو الذي أحسن كل شيء خلقه فليس كمثل الله عز وجل شيء في الخلق ولا في التدبير ننظر إلى هذه الصور الصورة الأولى عم يعطيني ظاهرة البرق والرعد والصورة الثانية عم يعطيني الإنسان وعقله عظمة خلق الله عز وجل بدلني أنه في لحظة ممكن يكون الجو شوف في لحظة يقلب الجو يصير في عندي برق ورعد وريح وتلج أو شتا هذا كل يتدل على عظمة الله عز وجل في الصورة الثانية اللي بيعرف وبيقرأ عن خلق الإنسان بيعرف أنه خلق الإنسان دقيق جدا عظيم جدا يعني العلماء الآن لا زالوا يكتشفوا كيفية عمل عقل الإنسان وعمل قلب الإنسان وعمل يعني الأشياء الموجودة الأجهزة الموجودة في الإنسان وكل ما علمنا أكثر كل ما علمنا أن عظمة الله عز وجل في خلقه كبيرة ثانيا أنا بدي أعظم سبحان الله أعظم لله عز وجل أفعاله وأعظم الله عز وجل وألتزم بهاي الأوامر اللي أمرني فيها وأشتنب النواهي من تعظيم الله عز وجل أنه أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن يضع الرسول فقد أطاع الله لأن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي بأمر من الله عز وجل اتنين كثرة ذكر الله عز وجل فهو العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهي من أفضل كلمات وأسهلها وهي كلمات لها أجر عظيم ثالثا عظيم كلام الله وهو شو كلام الله تلاوة القرآن الكريم خاصة إحنا في بداية قربنا على شهر رمضان الكريم فنحرص أنه يكون في إلنا باليوم كل يوم ورد يومي من قراءة القرآن الكريم ولو صفحة واحدة بدي أذكر مثال على تعظيم الله عز وجل بجوارحي التالية مثل العين بعضا الله عز وجل في إنها تقرأ القرآن الكريم ولا تنظر إلى الحرام في اليد أتوضى وأسبح الله عز وجل ولا أظلم غيري في الأذن أسمع فيها الكلام الطيب ولا أسمع الكلام الخبيث من ثمارات الإيمان بأن الله عز وجل هو العظيم أنه أنا أزداد إيماني بأن الله عز وجل عظيم وقادر أنه يحل كل الأمور اللي أنا بدي إياها كمان بدي أشعر بفضل الله عز وجل على عباده على هاي النعم الموجودة في حياتنا وإنه الله عز وجل خلقنا بهذا الخلق ويسر لنا كل هاي الأمور فأنا أشكر الله عز وجل على ما فضلنا على كثيرا من الخلق علينا واجب رابع نجيب خمسة من أسماء إلى الحسنة غير اسم الله العظيم وأبين شو معانيها هيك بيكون انتهى الدرس الأسئلة هنا سهلة كتير وبسيطة بتحلولي إياها وتبعتولي إياها على الخاص هيك بيكون انتهى الدرس السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة